كانوا في الملعب الحقيقة كان بقى معهم بقى شوقي شوق عبدالشافي وهاني مصطفى رحمة الله عليه كابتن صراح عسني وكابتن شريف مصدور وكان علي الحلوة كان موجود علي الحلو بكر وكان احنا بداية ان احنا نطلع مع وكان الدكتور سمير حسن ورفعت حسن يا خبارة بياد عالزمن احنا الزمن جري بينا اول ربما الحقيقة ناس روحت ولعبت قدام النادي الاهلي وعملت مباراة جامدة اوه وكسبته اتنين واحد هو انا ما اعرفش ان انا عملت براكويس يعني العبت اه يعني مستمتع مستمتع باخدش بالي اه وفايز زخاري اللي جنبي اللي هو اللي قلتلك كان بلعب معنا كرة شراب كان معنا في مصر بسرور برضو اللي هو بقى طبيب بطري وهاجر امريكا لعب غير عادي ما فكرت ان اهتهاي امريكا معهم لا لا نهاية خالص اه انا الحقيقة كان يعني احب بلعب كرة احب استمتع لكن ما اخدش بالي هل ممكن تلعب وتكبر والكلام ده مش في دماغي خالص خالص انت بتحب الكرة في وقتها بس اه بعدين قالوا خليه يجي تدرب معنا ده النادي الاهل اما روحت بقى اه جداد بقى كام يا كابتن مصطفى اتنين وخمسين واحد اتنين وخمسين واحد اه كنا نتدرب لوحدنا كده وشوف الفرقة الكبيرة قاعدة في الملعب نستنيها التدريب وكانوا بصونا كده شوية العيال اللي جاية دي خليه يتدربوا ناك اه في الملعب الهوكي اللي ورا ده اي حد اه صح اه اه كامعنوب ربنا شهي وعقى فيه يا رب اه لا حسن سننا يعني حسن اه مش مش لا ان البولك اللي استمر اه طبعا 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 بس قالوا اه بص ياولد ده مين اللي قالوكوا كده بقى الاداري اه اه مين كان ساعتها بقى الكابتن همامي كابتن همامي الشريف اه لا يرحب وكان لا همامي الشريف ده تنسان اه اه كابتن همامي ما بتاعنا بتاع النادي اه بتاع النادي الاهلي صح 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 بعدين قالوا انت اتنين وخمسين واحد اللي ييجي ملايش اسمه كان فاكر الواسعة بتاع اللي قدام قط اللبس نحيط يخرج من قط اللبس كانت زي نفورة كده لا 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 جوه الصالة جوه الصالة اه 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 قالوا مش هلاقي اسمه هنا مايجيه مايخشش الملعب اه يروح ايوه قول ده طيب رحت كان اسمين بس اللي فضله من الخمسين؟ من الخمسين من الخمسين من الخمسين واحد انا وكرم مرسي يا خبرم يا كرم لك كمان كان حت لعيب كان حت لعيب في نص الملعب سوبر اه طبعا انا بيت ادور على الورقة اسمين بس طب الباقي كله بقى ييجي يقرأ يروح كله ييجي يقرأ يروح خلاص رغم ان في المجموعة دي كان فيه لعيبة كتير انت وتولي كويسين كان فيه ناس كويسة بس هما مستواهم الفني لا يؤ النادي الاهلي هو النادي الاهلي لا لا النادي الاهلي اليوم نظرة مختلفة كل وجزء فيه مواصفات للعيب النادي الاهلي حاجة غريبة يا اخي ما هي حاجة افنا انا مبسط جدا بدأت اعرف يعني ايه النادي اهلي لما ليت اسمك وانت مروح بقى ايه اللي ضار في ذهنك بقى انا بقى حقول لك لنقلة نقلة كبيرة طبعا انا بدأت اعرف ان انا لعيب كورة يا سلام ما كنتش ااخد بالي اه اه طبعا حضراك عارف ان احنا كله كان يا ماشي يا اوتوبيس اه فيش غريكيب تعدي لازم تعدي كبيرة اصلي لازم اه الاوتوبيس بنزلني بدان سفير اه فبقيت ركبت الاوتوبيس ولا المترو كنت بتاخده من عند بكان هينتو الرمسيس لأ كنت بقى فيه فيه الاسعاف الاسعاف اه لكن ده عشان اقرب بنزلني بدان سفير يا دبك بكمش فبقيت اجري في الاوتوبيس عشان يوصلني عشان اقول لهم في البيت ان النادي لقى لي خدني ابيلت ابيلت ايه اللي بقى دار في ذهنك وانت مروح هي دي سعادة الدنيا كلها معقولة هيبقى ده زي النجوم هنا انا شفتها دي وبعدين اه كنت بتفرج عليهم هم هناك كان الكابت الطارق وآه الله يرحمه الله يرحمه وحسن جبر وانور سلامة والناس دي حمود الرجد دي وكل الادام دول اه انا حال عفوستيهم ومصطفى عبدالغالي ومصطفى اه الله يرحمه اللعيب وجمال محمود وجمال لا ده كان فيه لعيبة اه انا حال عفوستي دول اه بقيت اكلم نفس بقيت اخد خدت بالي بقى انا فين اخدت شو اخد بالي اه وربنا يسر الحال وآه بقيت في يعني جالي روحت البيت اه قلت له من كزا الولد استعبلك ازاي اه اه قعد اسمعني كده مم وبعدين تاني يوم في الاخبار حتة كده زيارة ضم لعب ناشئ جديد من مصر بترون اللي من مصر بتولي النادي الاهلي مشير محمد عصمان واحنا بيجيب الاخبار واحنا بيجيب الاخبار واحنا بيجيب الاخبار فهو ده 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 عمل ايه اطحها وخدها معاه لاصحابه اهو ابن اهو ابن رفع راسي اهو وانطلقت بقى خلاص بقت الامور واضحة راح التدريب جاب التدريب الكلام ده انا انت بتفكرني بحاجة ايه انا اول ما الله رحمه كابتل مصطفى حسين ايه وبدأوا اه بعد التأسيمة اللي انا لعبتها ديت كنا بنحكي عليها ايه اهو بتاع قلي انا هعمل بي ايه عن الجورنار قال لي يا ابن انا بخدها نساها وابيها الله يرحمه ويحسن ليه كان اهلاو متعصب اوي كمام متعصب اوي فقال لي ايه قال لي يا ابن انت تلعب مع النجوم دي ده نادي ايه ده حاجة جامدة اوي ازاي عاتي العبت طول لأ انا رايح ومصمم لان انا عدت مع الكابتل صالح قال لي ايه عدها تاني طول انا عدت مع كابتل صالح والكابتل صالح قعد معايا وكلمني وحط يده على كتفي وبتاعه والكلام ده قال لي والله انت بقى انت وشترتك دي بقى كانت رحلة التحدي يا عيني اه والله وحيات ربينا اه سادق سادق بعد ما قلت له بقى ورثه الجورنال بقى وخده الجورنال وراحه لأصحابه في الشغل هو بقى اه اه والدي كان اه اه زجال ومؤلف اه وكان عندنا في الدراسة مطبعة بتاع الجدي بتطبع القرآن والتفسير فقط ما شاء الله اه الله يرحمهم جميعا يعني اللهم امين وكانت الشغل بتاعه ما بين المطبعة وبين الكتابة والزجل والرهالهم بقى هم يقولولو حاجات وم يعرفش لا عارف كورة ولا اهلي ولا زمالك ولا كلام فرحام بابنه بالاسم فورناب فااااااااااااا فلفترا دي لي كان يتكتب إسوف وجورنال يبقى يتعلم اهたいو والله اه احنا بقى في النادي بنتضرب بس محدش كلمني مش منتظمين وبعدين التدريب يقطع 4-5 يام في حرض الاستنزاف كنا متمرن 3 يام في اليوم في الاسبوع بعدين كان الكابتن صالح الله يرحمه كرد فبلغ الكابتن حلم أبو المعاطي قال له روح قول للولد اللي اسمه مشير ده ان انت هتتسجل معنا فجالي الكابتن حلمي الله يرحمه تعرف هو كان كان القريب من الكابتن صالح والشتغل مدرب فترة بالفترات كان معاه حسن حكيم وكان الكابتن ميمي عم حميد جيب عديع على طول بالزبط وكان الكابتن صالح في الوقت ده مدير الكورة من قبل مجلس الإدارة بالزبط بس فجي الكابتن حلمي قال لي شد حيلك يا ولد الكابتن صالح قال انت هتتسجل تسجلت والحمد لله في خلال مفيش دورة بقى يعني الدورة ممكن يستمر أربع خمس متشات بعدين يقف نبدأ ناخد أجازات نبدأ نعيدات تاني ونسافر لليبيا والخليج هنا وهنا ما تشافل بس كده فكان لازم مصر المنتخب ينضم لدورة البحر القبل المتوسط في تركيا في أزمير سنة سبعين طيب افتكر لي الماتش اللي كان فتحة خير عليك في بداية مشوارك مع النادي الأهلي كان مع مين واتكلموك بعد كده أقولك إيه برضو أقولك أنا فاكر يا مصطفى الدورة الصيفية في اسكندرية آه طبعا طبعا إحنا كلنا كنا بنبقى في يا دي كان المنفذ الوحيد للأمور حتى آه فكنا بنلعب حوالي ثلاث متشات تقريبا مظبوط اتحاد وقلومبي وحوالي ثلاث متشات والترام تقريبا أو الكروم مش فاكر والله يا مصطفى فأنا الحقيقة في الدورة دي تقلقت جدا يعني دي كان بدايتك بقى دي اللي بعد دي أنا لقيت نفسي الله يدي له الصحة أو يرحمك كانت المحب يوسف الله يرحمه يحسن إليه الله يرحمه يحسن إليه لقيته بعيتلي مع أحمد ماهر الله يرحمه قال له بلغ مشير إن أنا اخترته للمنتخب واسمه هينزل في ترجمة نانسي قنقر